السلام عليكم شاهدو رجاء لكم فيديو جديد وهذا المرة أدنا هذه اللبتوب الأيسر لشوفها ممكم مشكلة هذه اللبتوب أنه بيها باسورد على إعدادات البيوز ما رح نقدر ندخل على إعدادات البيوز وبالتالي ما رح نقدر نصب لها نظام بعد ما قمنا باستبدال الهاردسك اللي عليها وخلينا محلة SSD حاليا نحتاج أنه نرفع الباسورد اللي موجود على شريحة البيوز بالوضع الطبيعي أغلب الفنين ومنظومهم آني نقوم بتفكيك الجهاز وانتزاع المادر بورد ونرفع شريحة البيوز ونأغلب نسخة احتياطية من شريحة البيوز ونقوم بتحليل ملف في البيوز ونعتر على السكتر أو المقطع اللي موجود بالباسورد ونقوم بتصفيره أو حذفه ونرجع نبني الملف في البيوز ونرجع نشحنه على الشريحة وبالتالي نكون حذفنا الباسورد أو مباشرة نلقى ملف نظيف على النت بملف بايوز اللي متوافق مع الجهاز أو حسب موديل البورد ما للجهاز ونقوم بشحنة مباشرة على الشريحة ونكون أيضا نحلل مشكلة مع البيوز هذا في أغلب الأحوال يعني في نسبة 90% أو 95% من الأجهزة على بعض اللابتوبات اللي تحتاج انه مثلا تتعامل مع أكثر من شريحة بايوز أو يكون بها تعقيدات مثل اللابتوبات اللينوفو ثينك باد وغيرها ما رح نتعمق بهذا الموضوع حاليا نحن مشفتنا مع هذا الجهاز الأيسر اللي معالجة جهاز حديث ولكن ما صفاته قليلة بباسورد على البايوز هاي الطريقة اللي رح نشرحها اليوم هي عملية فك التشفير أو رفع الباسورد عن عن البايوز بدون الحاجة إلى فتح الجهاز و رفع الشريحة من البايوز يعني رح تكون طريقة توليد كود يونيفرسل لهذا الجهاز شوان رح نصر هذا الشيء هذا الشيء رح نعرفه بفيديو جرام خليكم متابعين موسيقى 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 أول الشيء رح نقوم به هو إدخال الباسورد عشوائية بشكل متكرر على الجهاز لهذا الشكل رح يطلع لنا هنا أنه إرر أنه دخلت الباسورد بشكل خطاء نقول له انتر هنا نختار الخيار الأول انتر انلك باسورد مثل ما شوفون ظهر أمامنا هذا الكود وهو عبارة عن كود من اثناء أرقام نأخذها ونكتبها على ورقة ونروح سوية نولد كود أو شفرة خاصة بهذا البايوز خليكم متابعين وهسا بعد ما كتبنا الكود ندخل على المتصفح ونكتب بايوز بوغ مثل ما شوفون أمامكم ندخل على هذا الموقع اللي يظهر بالأول بايوز بوغ دوت كوم ندوس عليه رح تشوف أنه الموقع يوفر لك خدمة التعامل مع اسوس بايوز انلوك يفتح لك يعني باسوردات خاصة بشركة اسوس وسوني وايسر وسامسونج وهنا بايوز انلوك اللي هي البايوزات القديمة فنجي نشوف فين التفرعات اللي تنبثق عن هذه الماركات رسال ايسر عندنا إذا دسنا عليه يقول لك الكود اللي يتكون من عشر خانات واللي يتكون من ثمان خانات نحنا كان عندنا الكود متكون من ثمان خانات فلا نختار الخير لور قبل ما ندخل على الخير لور خي نشوف الخيارات اللي تخصي اللي كنت سامسونج عندنا هنا مثل ما تشوفون ستعاش ثمانتعاش أربعة وربعين وعدنا فيما يخص اللاقاسي هنا مثل ما تشوفون هاي الهجبيات الهجبي الثمان من الثمان كودات السوني من السبع خانات الهجبي كومباكت خمس خانات هاي كل البايوزات اللي تنطبق عليها هاي الموظفات رح تقدر تولد الشفرات عن طريق هذا الموقع طبعا هاي الطريقة ما رح تقدر تتعامل مع جميع الاجهزة بنسبة 100% ولكن الاغلبية بنسبة 80 او 70-80% من البايوزات تقدر تولد شفرات مالها عن طريق هذا الموقع اللي تشوفها أمامك طبعا بعد ما دسنا على الايسر واختارينا الثمان الثمان خانات بننزل تحت رح نشوف هنا كوموكان ندخل بها الشفرة اللي انطانا اياها البايوز ورح ندخل الشفرة سوية 13035827 ورح نقلل send request بهذا الشكل تأكد منه الكود دخلنا صحيح 13035827 مثل ما شوف اثنيين اربعة ستة ثمان ثمان من ارقام رح ننتظره بهذا الشكل رح نشوفه رح يبدأ يولد رقم يتوافق مع البايوز او يتوافق في عملية فتح الشفرة الخاصة بالبايوز مالتنا ومثل ما تشوفون بدأ يولد الرقم وطلع امامك هذا الكود للشوفه رح ناخذ هذا الكود نكتب ايضا على ورقة ونروح ندخلها بالبايوز السوية ونشوف رح يفتح او لا خليكم ذا وهسه بعد ما ولدنا الكود اللي شفتوه قبل شوية بالموقع الكود هو هذا امامنا رح ندخله مباشرة على البايوز بهذا الشكل صفر اثنيين مقرر تسعة ثلاثة اثنيين صفر تسعة بلا انتر ونشوف البايوز فتحه ايا زين هسه خلينا نقوم بحذف البايوز بشكل نهائي او حذف الشفرة من البايوز بشكل نهائي فنروح على الاعدادات السيكورتي وندوس هنا انتر ونرجع ندخل الكود اللي ولدنا مرة اخرى صفر اثنيين مكرر تسعة ثلاثة اثنيين صفر تسعة ونقوم بحذف انتر وهنا ندخل فراغ وندخل انتر وندخل فراغ وندخل انتر ثم يرون تقول انتر حاليا فاسوارد اختفى من الجهاز وهنا نروح لآخر نفتل اكزايت ونقوم بحذف انتر ونقوم بحذف انتر وانتر مرة اخرى ندخل الى البايوز مرة اخرى ومثل ما تشوفون الجهاز دخل ادنا الى البايوز بدون الحاجة الى ادخال اي شفرة وبهذا الطريقة نكون حذفنا الباسورد الخاص ما للبايوز باسهل طريقة وبدون الحاجة الى الدخول بتعقيدات رفع الماثر بورد ورفع شريحة البايوز ويعادة برمجتها هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو اشترك بالقناة واتفعي زر الجرس حتى يوصلكم جديد اشتركوا في القناة قناة قداويتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة